موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على نبينا محمد أسعد الله وقاتكم مشاهدين الكرام بكل خير وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة برنامج وضائف العشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وعبر قناة روتانا خليجية اليوم مشاهدين راح تحدث عن واقع مئة ألف عاطم عن العمل من دول إعاقة وموضوع أخرى سوف نتابع خلال هذه الحلقة نتابع وإياكم أهم الفقرات لهذه الليلة موسيقى تشاهدون في هذه الحلقة أهم المنشتات الصحفية أما في فقرتنا الرئيسة فسنتحدث عن التوظيف وذوي الإعاقة وفي فقرة قول فعل شركة الرياض للتوظيف وتوطين الوظائف وأخيرا في كذا صح ما زال الحديث عن التواصل الفعال مع خبير العلاقات العامة والإعلام تيسير فرد موسيقى إذن مشاهدين الكرام تابعنا وإياكم فقراتنا لهذه الليلة اليوم وقبل ما نذهب إلى فقرتنا المعتادة والرئيسية طبعا عن عنوين الصحف صحفتنا الحمد لله في استيعاب كبير جدا لهم المبشرات وأهم الأمور والأخبار التي تبث روح التفاؤل بالنسبة للبحثين العمل وأيضا بالنسبة لوظائف وواقع الوظائف في صحيفة اليوم طبعا نشرت هذا الخبر فيصل من مشعل الجهات الحكومية يزالت العقبات أمام الشباب ودعمهم للعمل وهذه أيضا بادرة جيدة من أمراء المناطق للحث الشباب على العمل خاصة في ملتقيات عديدة ومتنوعة نأمل من أمراء المناطق والمهتمين والمسؤولين في الجامعات والمواسات الأكاديمية أنه يهتموا كثير بنقل الصورة الحقيقية وبتروح التفاؤل والحماس بالنسبة للشباب لأنه في الأخير يحتاج شوية أمل وبصيص أمل جدا خاصة مسؤول مثل أمير المنطقة أو حتى أيضا وزير ملتقة التوظيف والتدريب يقدم فرص وظيفية نسائية في حائل وأيضا في منطقة رياضة وغفة التجارية تعكف على إقامة معرض للتوظيف خلال يوم الأحد طبعا برعاية وزير العمل واقتتاح المسؤولين في وزارة العمل واستمر اليومين واليوم هو آخر يوم بالنسبة للعائلات وفرصة كبيرة حيث أكد المتحدثين أن هذا المعرض سيوفر إن شاء الله أكثر من 6 ألف فرصة وظيفية نهي بالجميع أيضا بالاستفادة من هذه الفرص هذه الأخبار والعديد من الأخبار نطالحها في فقرة عنوين الصحف وواقع الأخبار نبدأ جولتنا الصحفية لهذا اليوم بما نشرته صحيفة الرياض عن ملتقى شمروا عن سواعدكم والذي أقيم بمدينة بوريدة بمنطقة القصيم حيث حمل الخبر عنوان فيصل بن مشعل على الجهات الحكومية إزالة العقبات أمام الشباب ودعمهم للعمل ويقول الخبر ناشد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص على إزالة كافة المعوقات أمام مشاريع الشباب وإعانتهم على خوض مجالات العمل وبذل كل الجهود في توفير الفرص أمام الشباب ليكونوا لبنات صالحة في المجتمع وأشاد سموه بالشباب العصاميين وجهودهم ومثابرتهم وعصاميتهم الملموسة والمتميزة مؤكدا أنهم عماد البلاد والأمل بعد الله في بناء الأوطان وقال خلال رعايته حفل ختام ملتقى الشباب شمروا عن سواعدكم جائزة الشاب العصامي قامت لشحذ الهمم وتشجيع الشباب على خوض غمار العمل والابتعاد عن ثقافة العيب وعليهم دور كبير أمام تحدي العمالة الوافدة والبقاء بالسوق وأهمية العمل ورفع الهمة والعمل المستمر للوصول إلى خدمة المجتمع والوطن من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالله بن إبراهيم المهوس بمثالية الشباب المشاركين في المسابقة وعصاميتهم ونتاجهم المميز الذي حققوا من خلاله أهدافهم المرجوة مقدما شكره لأعضاء لجنة التحكيم وللرعاة المشاركين في دعم الجائزة ومن القصيم إلى حائل حيث نشرت نفس الصحيفة الرياض في نفس اليوم خبر عن الملتقى الأول للتوظيف والتدريب في الكلية التقنية للبنات بحائل ومشاركة أولياء أمور الطالبات فيه ويذكر الخبر أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص العمل والتدريب الخريجات الكلية إلى جانب الدورات التدريبية ومساعدة الخريجات على إيجاد فرص وظيفية مناسبة لهم فيما شارك في الملتقى العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتم خلال الملتقى فتح دائرة الحوار بين سيدات الأعمال ومنسوبات الكلية التقنية ومن الحديث عن التوظيف في مناطق المملكة إلى الحديث عن أنماط التفكير لدى الشباب حيث نشرت صحيفة عكاب خبرا بعنوان مدير حاضنات الأعمال والتقنية في جامعة الملك فهد سنغير نمط تفكير الشباب من البحث عن العمل إلى توفيره وينقل الخبر ما قاله مدير حاضنات الأعمال والتقنية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد الزامل إن هناك قناعة لدينا في تغيير نمط تفكير الشباب من البحث عن العمل إلى إيجاد فرص العمل بأنفسهم ومن هذا المنطلق جاءت الفكرة في ابتكار عدد من البرامج التدريبية التي تعطي الجرعة تحفيزية للشباب في تأصيل فكرة العمل الريادي وتحدث الزامل خلال برنامج لقاءات ومحاضرات الريادة الخليجية الذي ينظمها مجلس الغرفة السعودية بالتنسيق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي متبني المبادرة التي استضافتها غرفة الشرقية في مقرها الرئيسي في الدمام اليومين الماضيين عن العمل الريادي وتعريفاته ومنظومات الراءات السبعة التي تتمثل في الرؤية والرأي والرصد والرسم والرقابة والرضا ثم تناول المحاضر مقومات الشخصية الريادية وخصائصها كما استعرض قوالب توريد افكار المشاريع الاستثمارية واغتنام الفرص وشرح مكونات خطط العمل وناقش الزامل موضوع الفكر الريادي واهميته في تعزيز ونشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب الخليجي من خلال التنافس في اعداد خطط عمل المشاريع الصغيرة مشيرا الى ضرورة تحويل جهود الشباب من البحث عن الوظائف الى ايجاد الوظائف ودعم وتأسيس المشاريع الصغيرة التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي موسيقى